ليست جثة ولا جنازة بل هي رحلة للبحث عن العلاج من الكوليرا الطريق الاقرب الى الموت في قرية الاصابع بمحافظة المحويت بعد ان تعثرت كل طرق الحياة اليها لتصبح هذه هي طريقة الاسعاف الوحيدة نحو اقرب مركز صحي يبعد عن القرية 30 كم منذ ايام والاهالي المعزولون في اعالي الجبال يصارعون البلاء وحيدين يموتون ويحاولون الحياة وحيدين لم يلتفت لمأساتهم احد تقول المعلومات الواصلة من هناك ان حالة الاصابة بالكوليرا وصلت الى اكثر من 36 اصابة من اجمال عدد السكان البالغ عددهم 600 نسمة خلال الفترة الماضية ظلت هذه القرية ومثلها قرى كثيرة معزولة تماما لم تصل اليها اي من الخدمات الاساسية بينما كانت السلطة تعوض هذا النقص بالاشادة بالمواطنين الذين استطاعوا تطويع البيئة والتضاريس الصعبة لصالحهم وجعلهم قمم الجبال مساكن لكنهم اليوم يواجهون وباء الكوليرا منعزلين حتى المنظمات الانسانية لم تصل اليهم نتيجة عدم الطرق هكذا تحول تاريخ طويل من الاعتصام بالجغرافيا الى مأساة في ظل حالة لا دولة التي خلفها الانقلاب في المناطق الخاضعة لسيطرته لا عاصم اليوم لهؤلاء ولا منجي لهم ولا اجابة لاستغاثاتهم المتكررة من الكوليرا يصرخون ثم يودعون هكذا هي حياة ابناء قرية الاصابع شمال اليمن